بشكل قاطع نفت قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان أن تكون وزارة الدفاع الأمريكية أصدر توامر لجنودها بغض الطرف على حالات تحرش جنسي بالأطفال كشفت في صفوف الشرطة الأفغانية وجاء ذلك تكذيبا لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز من أن الشرطة الأفغانية والميليشيات المناهضة لطالبان المتحالفة مع قوة حلف الأطلسي في أفغانستان كانت تحتفظ بصبية لاستغلالهم جنسيا وبحسب الصحيفة فإن المسيرة المهنية لبعض الجنود تضررت عندما حاولوا وقف تلك الأعمال بالقوة ويقول المتحدث باسم البيت الأبيض هذا النوع من الاستغلال الجنسي ينتهيك القانون الأفغاني والتيزمات أفغانستان الدولية إن حماية حقوق الإنسان بما في ذلك مكافحة استغلال الأطفال تكتسي أولوية بالغة الأهمية بالنسبة للحكومة الأمريكية نحن نراقب مثل هذه الفضاعات عن قرب وقد دفعنا باستمرار عن الذين عانوا من الاستغلال من جانبها احتجت وزارة الداخلية الأفغانية على تأكيدات الصحيفة الأمريكية التي وصفت التحرش الجنسي بالأطفال المعروف بباتشي بازي أو الطفل اللعبة بأنه مشكلة لها تاريخ قديم خاصة في شمال أفغانستان ماذا يفعلون بمعروف؟ ماذا يفعلون بمعروف؟ ترجمة نانسي قنقر